إجراءات أنية غير مسبوقة في محيط قصر العدل بالعاصمة البلجيكية بروكسل وحضور إعلامي مكثف إلى جانب ممثل عائلات الضحايا من جمعيات وحقوقيين كل ذلك لحضور أول جلسة استماع في قضية إطلاق النار على عناصر الشرطة عام 2016 ويحكم فيها المغربي الأصل صلاح عبد السلام والتونسي سوفيان العياري 400 صحفين سجلوا أسماهم لحضور الجلسة وسط هذه الإجراءات الأمنية المكثفة وحضور عائلات الضحايا والمدافعين على حقوقهم الجميع وصلوا قبل سادسة صباحا لأنه حدث هام في هذه أول جلسة لشخص له علاقة بالتفجيرات التي ضربت بلجيك وفرنسا وادت بحياة الكثير من الضحايا صلاح عبد السلام رفض الإجابة على أسئلة رئيسة المحكمة بل ورفض الوقوف عندما طلبت منه ذلك وبررا ذلك بأنه مرهق معلقا على الأمر بأنه يثق في أن المسلمين لا يتمتعون بالحرية والعدالة في هذه البلاد على حد تعبيره وأبلغ عبد السلام القاضية بأنه لا يخاف المحكمة وإنما سيلتزم الصمت وهو الأمر الذي كان له وقع سلبي على الحضور كلنا نريد أن يظهر عبد السلام بعض الحقائق ويعطي لنا بارقة أمل بالنسبة للمستقبل لأهل الضحايا وكل هذا يحدث ولم تنطلق بعد محاكمات ملف تفجيرات باريس من جانبي تحدث السوفيان العياري ونفع عن نفسه أن يكون مسلما متشددا وقال أنه سفر في 2014 إلى سوريا طوعية دون أن يخبر عائلته كما نفع أمام القاضية أن يكون قد شارك هو أو صلاح عبد السلام في إطلاق النار على الشرطة في منتصف مارس 2016 ورافض السوفيان الإجابة على أسئلة أخرى ومنها هل شارك في القتال ضمن صفوف داعش أم لا إنها لحظة صعبة بالنسبة لعائلات الضحايا الذين جاءوا للحصول على العديد من الأجوبة بشأن تساؤلات كثيرة وهم مصممون على مطالبهم ويأملون من الطرف الآخر وهو عبد السلام أن يتعامل بالحق الأدنى من الشرف ويقول الحقيقة وبعد أن رفعت الجلسة في الصباح لوقت قصير بسبب مشدة بين دفاع المشتبه بهم والمطالبين بالحق المدني قررت القاضية السماح للدفاع عن الضحايا والحق المدني بالتحدث في الجلسة التي عقدت بعض الظهر على أن تستأنف جلسات الاستماع إلى الجانبين على مدى أيام الأسبوع الحالي التزام صلاح عبد السلام بالصمت أمام المحققين منذ اعتقاله قبل ما يقرب من عامين استمر أيضا خلال الجلسة الأولى من جلسات محاكمة التي انطلقت اليوم في بروكسل والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري عبدالله مصطفى الحرة بروكسل